السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى من الله أن تكونوا بخير وصحبه بعد ذلك من تسلسوا وطمع اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وطمعوا باللايك عشان يوصل لكم لجيبه بأسوأ كبوس متبرع بالأعضاء يستيقظ قبل إدالة قلبه بالحظات عشان متبرع بعضائه أسوأ كبوس يمكن أن يتخيله أي شخص بعد أن يستيقظ على طوالة العمليات بينما كان الأطباء يستعدون لزالة قلبه وبحسب صحيفة مترو تم نقل توماس تي جي هوبر الثاني 36 عام إلى مستشفى با تيست هيلس ريتشموند في كينتاكي بأمريكا بعد تناول جرع زائدة من المخدرات استمى إعلان وفاته دماغيا ولكن عندما نقلته الممرضات إلى غرفة العمليات حتى يتمكن الأطباء من اختبار صحة قلبه قبل التضرع عاد فجأة إلى الحياة وقالت نيكوليتا مارتن الموظفة السابقة في معسسة كينتاكي للتبرع بالأعضاء كي أو دي اي والتي راجعت لاحقا مذكرات القضية كان يتخبط على الطاولة وضفت هذا هو أسوأ كبوس يمكن أن يعيشه أي شخص أليس كذلك أن تكون على قيد الحياة أثناء إجراء عملية جراحية وأن تعلم أن شخصا ما سيقطعك ويخرج أجزاء من جسدك هذا أمر مرعب ووصفت عاملة أخرى في منظمة كودة تدعى ناتاشا ميلر كيف بدأ أن الهوفر يظهر علامات الحياة أثناء نقله على كرسي متحركة من وحدة العناية المركزة إلى غرفة العمليات وقالت كان يتحرك في كل مكان وكان يرتجف بشدة وعندما ذهبنا إلى هناك رأي تدموع تنهمل من عينيه كان يبكي بشكل واضح وصار المشهد المزعج صدمة العديد من الحاضرين والأمر الأكثر إثارة للخوف قال السيدة ميلر هو أن منسق جمعية كنتاكي للتبرع بالأعضاء كودة طالبهم بالبحث عن طبيب آخر للقيام بهذه المهمة بعد أن رفض الطبيب المسؤول إكمال الجراحة وفق لما ذكره الحاضرون وقال متحدث باسم الشركة نحن نعمل مع مرضانا وعائلاتهم لضمان اتباع رغبات المتبرعين بالأعضاء ويقوم المدعي العام في كنتاكي وإدارة موارد الخدمات الصحية الأمريكية الآن بالتحقيق فيها الحادث المزعوم ونجى هوفر ويعيش حاليا مع أخته دونا رورر التي قالت أنه يعاني من مشكلات في ذاكرته والمشي وتحدث منذ ذلك الحين وكشفت أنها الآن الوصي القانوني عليه وبهذا قد أوفناكم بأسوأ كبوس متبرع بالأعضاء يستيقظ قبل إذالة من قلبه بلا حضرات لا تنسوا الاشتراك في القناة تفعيل زر الجرس دعمنا بلايك وسلام الله عليكم ورحمته